بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم. معكم ابراهيم محمود مرسي. الفيديو الحالي بعنوان تصميم توقيع شخصي. عايزين نعمل توقيع شخصي كده باسم الانسان باسم الشخص ده او باسم المؤسسة او باسم القناة او باسم المدرسة بتاعتك. مهما كان المؤسسة او كده. فاحنا عندنا المكتبات بتاعتنا بتكون مكتبات نصية كده يعني بالوورد او بالاكسل او ممكن تستخدم التوقيع ده في اي يعني شغل لك. حتى الفيديوهات كمان. وكمان ممكن تعمل ايه? يعني التوقيع ده بيكون بخط اليد بحس ان هو يدي انطباع كده او حيوية للمستند بتاعي زي ما حضرتك شايف في الصورة الحالية دي. بدل مكتب الاسم كده قناة تأسيس الاطفال اللي هي القناة بتاعتنا برضو اللي بندعوكم ايضا للاشتراك بها لان القناة دي بنشرح فيها المعارف المختلفة لتأسيس الاطفال عربي وحساب وانجليزي والكلام ده. يعني بنكتبها كده بخط اليد بحيس انها تدي انطباع كده وحيوية في المستند بتاعي. ده اللي هنعرضه في الفيديو الحالي ان شاء الله باكتر من طريقة او باكتر من يعني خطوات مختلفة لتتناسب مع آآ كل الظروف اللي معانا اللي عنده ويندوز تاني اللي عنده ويندوز اكس بي آآ كعني كده فهنشتغل على كل الخيارات ان شاء الله ونبدأ على بركة الله. طبعا في البداية احنا هنستخدم في الخطوة الاولى دي هنستخدم وهروح لقائمة هروح للباحث بتاع الويندوز ده وهضغط هكتب هنا تلاتة دي. فهيجيب لي على طول اللي هو في الخيار الاول او الاساسي ده اللي هو الاول واحد ده فهبدأ اضغط على اللي هو الرسام سلاسي الابعاد ده وطبعا آآ يعني هتقول لي انا مش عندي بعض العضاء الكرام يعني اللي على رأسنا كلنا بيقول لي انا مش عندي طبعا نضغط على مش عندي آآ ويندوز مش عندي ويندوز عشرة فاعمل ايه ما عنديش ده فده اللي هنعرضه في الخطوة القادمة ان شاء الله ولكن نخلص الخطوة الحالية مع بعض فهروح وهبدأ ان انا اضغط على نيو فهيبدأ يعمل آآ بروجيكت جديد كده فننتظر قليلا بدأ فعلا يفتح البروجيكت بتاعتي فهختار آآ الآلم اللي هكتب به من انا هنا حاليا في دي اللي هي الفرش دي اختار الآلم اللي هكتب به واختار سمك الآلم بتاعي ماشي وهختار كمان اللون اللي نفترض مسلا انا هكتب باللون الاحمر اول كلمة وهبدأ اكتب هنا قناة كده انا كنت عملت زون زون فنبدأ نرجع بس في الزون بتاعنا بتاعنا ايوا كده كويس وهبدأ اكتب هنا قناة تأسيس الاطفال نصغر ده السمك بتاع الخط بتاعي ماشي ونبدأ هنا اختارت اللون وابدأ اكتب قناة طبعا لو حضرتك هتكتب اسمك ما فيش اي مشكلة اكتب اسم حضرتك وويس كده وبعدين نروح نكتب كلمة تأسيس بس نختار لون تاني ولكن اللون الاخضر مسلا تهالف كده والهامزة هيت والسين واليه والسين التانية بحط النقطتين كده تأسيس وبعدين نغير اللون ولكن الازرع ده ونكتب الاطفال يبقى الف كده 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 الله جميلة هي ونحط الهامزة الاطفال ونعمل اللام كده لا اللام دي مش حروة ممكن نعمل اللام تانية نعمل انضو او ممكن امسح على فكرة احزف اه ممكن احزف منين من الفرشة من المسح طب خلينا نعمل انضو حاليا كمان واحدة اللام دي خليها كده كده وبعدين نحط النقطة بتاعت الفيه وكده يبقى انا كده كتبت قناة تأسيس الاطفال ولكن في مساحة بيضة كبيرة تحت كبيرة تحت وفوق وفي اليسار كده طيب نحزف المساحة البيضاء دي زي هروح على انا كده خلصت كتابة هروح على اضغط على ده الاقتصاص وابدأ ان انا اعمل اقتصاص من هنا كده ازبط بالزبط يعني كده ومن اسفل ايضا تمام وممكن من الناحية دي كمان بعد ما خلص الاقتصاص بتاعك تعمل اضغط على تم فهيتم تحويل الصورة للشكل ده خلاص فضل هنا اننا الصورة بتاعتي الخلفية بتاعتها بيضاء انا عايزها تكون بلا خلفية فهروح على واضغط على ماشي فهيتم تعديل الخلفية ان هي تكون آآ شفافة او آآ بلا تعبئة يعني خلفية بتاعتي خلاص اما انا كده كتبت الشكل بتاعي وخلصت كل حاجة اروح على انا خلصت الرسمة بتاعتي على فكرة كده آآ واروح على واعرف بس انا هحفظها طبعا هحفظها لانها صورة خلاص هيحدد هيفتح لي طبعا البراوز بتاع المستعرض بتاع المسار اللي انا هستخدم منه آآ او هضيف فيه الصورة بتاعتي واسمها والتيب بتاعها وكده انتظر قليلا طبعا هيفتح معي هو هتفتح البراوز آآ اسمها ايه وما كانها فين انا هختارها في الديسك توب عادي وهغير الاسم ده هخليه قناة الامتداد هسيبه بي ان جي واعمل كده تم حفظ البروجيكت بتاعت دي الصورة بتاعت دي لانها صورة على الديسك توب وخلاص على كده اعمل اغلاق خلاص مش محتاجه بيقول لي عاوز تحفظ البروجيكت ده لا مش عاوزه خلاص انا مش مش محتاجه ماشي دونت سيف واروح للورد هنا الورد مفتوح هحزف الرسمة اللي عندي القديمة دي اللي هي التوقيع وهنا ماشي هابدأ اضيف الصورة الجديدة ادراج انا عارف طبعا مكانها صورة ده في الورد طب عايز اضيفها في المستند او في المكاتبة بتاعت الاكسل او في الشيت بتاعي عادي خلاص ماشي من هزا الجهاز بنفس الفكرة وبنفس الكائفية ونبدأ نضيف الصورة بتاعياتنا هنا من الديسكتوب نضيح الروح على الديسكتوب سطح المكتب وتكتب او تختار قناة تأسيس الاطفال احنا لسه ضيفينها حالا اللي هي دي ونعمل ادراج او انسيرت فهيتم ادراج الصورة كبيرة خالص وتحت كده وبعيدة هنا في اللي او الده اللي هو الاداة اللي ظهرت مع الصورة دي اضغط كده واختار منها يا اما خلف النص يا اما امام النص الاتنين دول هيشتغلوا معنا كويس خالص ماشي خليها امام النص فطبعا تم ظهورها فين فوق خالص ولكن فوق كبيرة وفوق النص بتاعي اصغرها من هنا كده ماشي ويه هنا استطيع ان انا احركها من مكانها اوديها عند كلمة التوقيع ماشي مضغوطة شوية ممكن توسعها من هنا كده تكبرها من هنا كده وتصغرها من هنا كده ماشي زي ما انت عاوز ماشي او كمان ان انت تعمل لها يعني اه كده مسلا طيب ايه الالوان دي لا مش عاجبان انا عاوز الوان تانية عادي خالص انت حاليا هي حاليا كأنها صورة فانت مجرد ان انت تضغط عليها كده بتروح لادوات الصورة اللي ظهرت فوق دي وتنسيق وفيه هنا عندي تحسين الالوان وكل الحاجات دي بتختار الالوان اللي انت عايزها وفيه الوان ايضا ممكن تغير اللون خالص خليه بلون يعني كلها لون واحد كده اه او بالوان كلها باللون ده او يعني بص كل الخيارات دي معاك متاحة ممكن تجربها كلها على الصورة ونبقى كده وصلنا للتوقيع الالكتروني ده اللي احنا ضيفناه معانا في المستندات بتاعتنا ولكن يبقى سؤال مهم اه لو انا مش عندي الويندوز اه تان ويندوز عشرة اللي فيه سري دي بنت اعمل ايه فيه فكرة تانية ان انا اعمل نفس الشغل ده او نفس ايوة عادي خالص ممكن حضرتك هتفتح البنت العادي الرسام العادي انا فتحته الان ضغط على البنت او الرسام فهيبدأ يفتح لي الرسام وهنا من الالم ده هتبدأ تكتب هنا تمام خلينا نضيف الخلفية كلها مسلا بلون زي اللون اخضر ده الخلفية كلها ماشي نحدد كده وعملت عشان احزف كل شيء يبقى هنا الخلفية عندي كلها بالاخضر خلاص واكتب هنا عليها مسلا باللون البني ده او الاحمر ده اكتب هنا قناة اه بالالم طبعا اختار الالم الالم هنا ده لما تختار الالم كده فهيبدأ يعرض لي انت عاوز الالم بتاعك شكله ايه ولونه ايه والكلام ده وكل الخصائص بتاعته عادي هنختار اي الم كده او اللي انت هتختاره يعني ونبدأ نكتب اللون اللي هو ده نكتب قناة اهو هتقول لي الخلفية خضراء كده انا عاوش عاوزها بيطان خلفية هنعرف دلوقتي تأسيس كده مسلا يعني بس بعمل كناموزك او كميسير مسلا كده ونحفظ دي طبعا هيفتح لي بقول لي عايز تحفظها ايه ماشي هحفظها على سطح الماكت برضو كده خلينا نروح للديسكتوب ونسيبها آآ الرسام تمام ونقول موافع تمام ونعمل اغلاق للرسام ونبدأ نضيفها هنا نضيف الصورة بتاعتنا هنا خلينا نحزف دي ونضيف الصورة دي هنا يبقى من ادراج انسيرت اشكال الشيبس لها مش اشكال دي صورة واختار من سطح المكتب الرسام اللي هي دي وافع طبعا هتظهر في الصفحة اللي بعدها نعمل برضو اللي اه اداة بتاعت اللي قاوت دي التخطيط امام فهتنتقل طبعا لصفحة اللي فوق نروح لها فوق وهيت نصغرها من هنا كده في هنا عندي اداة موجودة معايا هيت اسمها ازالة الخلفية طبعا بس نحدد الصورة بتاعت دي نعمل لها اختصاص الاول يبقى من تنصيق كروب واعمل كده بس كده كفاية واضغط على كمان مرة عشان اتم التنفيذ واخد الصورة بتاعت هنا في المكان ده وهنا في حاجة اسمها ازالة الخلفية في الاول خالص هنا فبيقول لي عاوز تزيل الخلفية هنين انا عاوز ازيل كل الخلفية معادة اللون اللي انا احتفظت به تعالى نروح وضع علامة على المناطق اللي عايزين احتفظ بيها بس كده بتحط علامات على كل المناطق اللي انت عاوز تحتفظ بيها ماشي وبعد كده بتعمل اا الاحتفاظ بالتغيرات دي فبتزهر معانا الكلمة بالشكل ده. ماشي كأنها توقيع للقناة او للمستنى الدتاعي بتعمل ااا يعني انتها صغير كده. ده الشكل النهائي للفكرة اللي حاولنا نعرضها في الفيديو الحالي. طبعا بنعتذر عن التقصير وبنعتذر عن ااا ان يعني اا كان فيه اطارة للفيديو شوية او كان فيه يعني وقت طويل الفيديو كان طويل. فيعني ولكن حاولنا على قد ما انا اقدر يعني ان يكون الشرح مبسط واننا نوصل لنفس المعلومة باكتر من طريقة سواء حضرتك عندك الاصدار الاحدث وتقدر توصل لها من خلال مباشرة او عند حضرتك الاصدار الاصدارات اللي قبل كده من الويندوز وعشان كده مش هتعرف توصل ل فممكن نوصل لها من الرسام العادي او البنت العادي. اه شكرا لمشاهدتكم الطيبة ما تنساش طبعا تعمل اشتراك للقناة واضغط على زر الجرس التنبيهات ليصلك تنبيه بالفيديوهات القادمة ان شاء الله شكرا لكم والى لقاء قريب كنت معكم ابراهيم محمود مرسي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة